مرحبا طلاب شلونكم أخباركم يا رب تكونون بخير اليوم رجعت لكم نكمل خاصية التساوي بس طبعا أقول للطلاب اللي ما مشترك يشترك واللي ما ناشر رابط القناة ينشرها بالأماكن اللي يقدر عليها طبعا إحنا بدينا بالإثرائيات وحلينا سؤال واحد طبعا بين إثرائي وبين وزاري وأنا مختار لكم الأسئلة اللي قد تكون شوية بيها فكرة اليوم عندنا السؤال الثاني السؤال الثاني هم دا يقول جد قيم X و Y والتي تحقق المعادلة هاي طبعا كالعادة طلاب احنا لازم نتخلص من العمليات كلها وبعدين نطبق خاصية التساوي فهنا عندي كسر طلاب وهنا عندي فتح أقواس تقولوا اللي فتح الأقواس سهل وحتى الكسر سهل لأن الكسر احنا نضربه في مرافق المقام بس تقولون انت نبهتنا وقلتنا إذا وجد متغير في المقام نتجنب الضرب في مرافق المقام نتجنب وما يصير هاي زين شنسوي إذا ما نقدر نضرب في مرافق المقام راح لو نحلل ونختصر لو نضرب بسطين بالطرفين فإش رايكم احنا راح نحلل تقولون إيه الفوق شكلها شكل تجربة فنروح نحللها شنو رأيكم طلاب تقولون هاي هي تجربة تجربة أوكي تجربة زين بس واحد من الطلاب قال أقول لك الحد البنص دا لاحظ بي آي قلت له يشكوا بيه قال مو الأطراف ما بهن آي قلت له يعني شنو قال مو ما راح يطلع الحد البنص قلت له هاها هاي السالفة بسيطة هاي واي تربيع زائد أربعة واي آي هاي الخمسة أضربها في سالب آي تربيع راح أصير سالب خمسة آي تربيع طبعا ليش بآي تربيع أو سالب آي تربيع بالذات أخذناها قبل بالتحليل وقلنا سالب آي تربيع قيمته واحد لذلك هو ما راح يأثر عن نتيجة تمام وهنا طلابي عندي فتحة قواس اعتياد 2x في x 2x تربيع 2x في 2i 4x i و i في x x i و i في 2i 2i تربيع وهسا تقولوا اللي هسا والله احنا عدنا هنا تجربة فنروح نحلل y بواي الزائد تنزل زائد بالناقص ناقص 5i تربيع يعني 5i في i على y ناقصا i ومنها تقولون هنا عدنا حدود متشابهة لازم نجمعها 4x i زائد x i راح يصير 5x i وهاي الاي تربيع سالب واحد فتنضرب بالاثنين سصير سالب اثنين وهسا تقولون هسا ممكن نختصر هذا ويا هذا ونكمل حل السؤال بشكل طبيعي عمليات ما بقت عدنا يعني لا اكو شغلة تنجمع ويا شغلة ولا اكو شغلة تنضرب بشغلة زين اش راح نسوي تقولون راح نطبق خاصيتنا خاصيتنا ش تقول تقول الحقيقي من هالطرف يساوي الحقيقي من هالطرف قلت لها الحقيقي منها واي لكن الحقيقي منها ثنيا اكس تربيع ناقص لثنيا زين شنو رأيكم تنحل وما تنحل طبعا ما تنحل لانبيها مجهوليا هما الاكس والواي فنعبر ونكمل الخاصية مالثنا التخيلي يساوي التخيلي منا التخيلي خمسة ومناك التخيلي خمسة اكس طبعا وبدون الاي والسبب تقولون ما احنا اذا اخذنا الاي راح نختصرها من الطرفين فليش تدوخنا هاي الاي خوب ناخذ خمسة يساوي خمسة اكس هاي المعادلة تنحل والسبب تقول لانبيها مجهول واحد فانقسم على خمسة اذا الاكس راح تطلع لنا واحد وبما انهاني لقيت الاكس ممكن اعوضها بالمعادلة رقم واحد هاي على مودة القيال واي فالواي راح تصير عدنا اثنيا في واحد تربيع ناقص اثنيا واحد تربيع واحد في اثنيا اثنيا ناقص اثنيا اذا الواي صفر هاي طلعت قيمة منوء الواي اذا هاي غير اذا اذا هي شي مجموعة الحل لو اسويها على شكل جدول لو على مجموعة قيمة الاكس واحد قيمة الواي صفر انتهى حل هذا السؤال استفادوا من الفكرة هاي مالة التحليل ومن الملاحظة اللي عندناها هو اذا اكو متغير في المقام نتجنب الضرب في مرافق المقام شنو رأيكم انحل سؤال اخر تقولون انحل هذا الثاني فلنحل هذا الثالث زين هذا السؤال رقم ثلاثة هو كان جاي تمهيدي سنة الفين وعشرة سؤال وزاري يقول اذا كانت اي زائد بي اي يساوي اثنيا زائد اي على واحد ناقص قلت له ايش رايد قال ااني رايد تثبت لي انه هاي الاثنيين اذا ضربتها بالاي تكعيب زائد البي تكعيب يساوي سبعة قلت له ومنين اجيب لك كان الاي تكعيب والبي تكعيب كان ليمو اهني منطيك معلومة عليهم قلت له ها يعني هسا ااني اروح للمعلومة هاي اللي هي اي زائد بي اي يساوي اثنيا زائد اي على واحد ناقص اي واطبق خاصية التساوي وبعد ما اطبق خاصية التساوي تقولون وبعد ما اطبق خاصية التساوي راح نلقى الاي والبي وبعد ما تلقى الاي والبي ارجع هنا واثبت له هاي الشغلة اطلبها مني زين شنو رأيكم طلاب نجو نضرب في مرافق المقام تقولون شكوا بيها اثنيا زائد اي واحد ناقص اي في واحد زائد اي واحد زائد اي تمام تقولون لي اقوللك هنا ضرب اعتيادي اثنين في واحد اثنين واثنين في موجب i اثنين i وi في واحد موجب i وموجب i في موجب i موجب i تربيع ولأن ذولي مترافقين راح نقول يا بأنتم مربع الحقيقي ومربع التخيلي زين هاي الاثنين البالمقام ما عدنا مشكلة بيها هاي اثنين تنزل اثنين i زائد i ثلاثة i والاي تربيع هاي سالب واحد اثنين ناقص واحد واحد زائد الثلاثة i على يمن على اثنين انجزئ هنا الحقيقي جزئ على المقام والثلاثة i هم جزئ على المقام هسا لا تنسون انا منها الاي زائد باي ده تنزل هسا انا من حقي اطبق خاصية التساوي حتى هلقى الاي الايش قد نص لأن الحقيقي يساوي الحقيقي زين والتخيلي يساوي التخيلي يعني البيش تساوينا البي ده تساوينا ثلاثة على اثنين باعتبار الاي تروح ويا الاي هسا انا طبقت خاصية التساوي طلاب ولقيت الاي والبي وبعدها تقولون هسا هو اش طلب مننا هذا والله هو طلب هذا الاثبات تقولون اي رايحين نثبت لهاي فراح نجي نقول يا بالليفت هاند سايد يعني الطرف الايسر ما للمعادلة هو عبارة عن شنو وثلاثنيا قالوا بعد قال اي تكعيب انا لاي لاقيها فراح اقول واحد على اثنين تكعيب زاد البي لاقيها انا ثلاثة على اثنين بس ما ننسي انكعبها ونجي انبسط هذا المقدار نشوف يطلع الناتج سبعة مثل ما هو قايل لولا زين تعالوا طلاب هاي الاثنين تنزل هنا مكعب الواحد واحد مكعب الاثنين ثمانية وهنا مكعب الثلاثة سبعة وعشرين يعني ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ومكعب الاثنين ثمانية زين وبعدها تقولون بعدها هنا المقامات متوحدة بينات تنجمع طبعا فانزل المقام اللي هو ثمانية واجمع البسط واحد زاد سبعة وعشرين ثمانية وعشرين وانتو تعرفون اذا كانت المقامات موحدة نضع نفس المقام ونجمع او نطرح البسط حسب الاشارة زين هس انا ممكن الاثنين هاي اختصرها ويالثمانية اش قد بيها اربعة فيصير عدنه ثمانية وعشرين عليمن على اربعة اذا كان بيناتهم ضرب يجوز الاختصار اما اذا كان جمع او طرح لا يجوز الاختصار هاي المعلومات طلاب اللي اذا اقولها هسا وداح تشيها اذا تحس نفسك انت ما تعرفها اكتبها قبض اقول هاي يعني اذا اكو ضرب يصير اختصر اذا اكو جمع بيناتهم ما يصير اختصر اكتبها يمك اما اذا حسيت نفسك ضابطها ومتكررة هاي المعلومات فماكو داعي تكتبها ثمانية وعشرين على اربعة تقول لي هاي سبعة اذا هو نفسه اللي قال لنا عليها الرايت هاند سايد وهو المطلوب سؤال مهمة فكرته انتبه لي شوية عليها يعني شون مهمة فكرته ده يمطيك فد معلومة ويطلب منك غير شي لكن هذا الغير شي اللي يطلبه هو يعتمد على ذي جي المعلومة فانت اي معلومة انطيك ياها خليها بالحسبان ولا تهملها استفاد من عدها اكيد راح تستفاد من عدها وحاول تربط يعني هسه هو ربط لخاصية التساوي بالاثباتات او بالجمع الطرح يعني شوي يغير من الفكرة المتعارف عليها احل لكم طلاب سؤال بعد السؤال رقم اربعة ايضا ديقول جد قيم اكس واي ينتم الآ والتي تحقق المعادلة هاي فلو نجعل حل اعزائي طبعا كالعادة انا عندي خاصية التساوي لازم اكمل العمليات بالكامل من ثم اطبق الخاصية اللي هي تقول الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي فاهنا انا عندي ضرب في مرافق المقام ممكن استخدمه اهنا اكو متغير بالمقام نتجنب الضرب في مرافق المقام راح اقول له ينتظر هناك انا ما عندي شيء زين فخلونا نبدي بمعلوماتنا اثنيا زائد اربعة اي على واحد ناقص اي في واحد زائد اي على واحد زائد اي لا تنسون هاي المعلومة راح نحتفظ بيها تقول لي ليش اقول لك غير لي انا اكو اه متغير في المقام تقول لي واذا اكو متغير بالمقام خب خلينا اه مثلا نحلل قلت لك للاسف ما عندنا تحليل فوق تقول لي زين خلينا مثلا نضربسط لهم في الطرفين للاسف حاليا ما نقدر لان هذا موجود اذا هذا ما موجود اي وسطين بالطرفين تذفع لكن خليني اتصرفوا يا هذا وبعديا انتبهوا على هذا السؤال فلو اني جهنا طلاب المقامات متراثقة يعني مربع الحقيقي ومربع التخيلي اما اثنيا في واحد اثنيا واثنيا في مجب اي اثنيا اي واربع اي في واحد اربع اي واربع اي في اي اربع اي تربيع زاد يابا نتنزل شا سويلك اليوم ما نقدر نتعامل وياك قال لي اوكي انا نازل يا معود ها تمام اكمل طبعا هنا المقامات اثنين هاي الحقيقي ينزل اثنيا اي زاد اربعة اي ستة اي وهنا الاي تربيع سالب واحد في الاربعة سالب اربعة زاد طبعا خمسة ناقص خمسة اي على اكز زاد واي اي يساوي اثنيا زاد اثنيا اي زين وبعدها طلاب تقولهم بعدها اثنين ناقص اربعة سالب اثنين زاد ستة اي علي من على اثنين زاد يا بنزل انت شا سوي لك والله قلاقتنا YI يساوي 2 زائد 2I وبعدها تقول لي نجزئ سالب 2 على 2 زائد 6I على 2 زائد 5 ناقص 5I على X زائد YI يساوي 2 زائد 2I نقسم سالب 1 زائد 3I زائد 5 ناقص 5I على X زائد YI يساوي 2 زائد 2I هسا طلاب تقولون هسا احنا بصراحة كملنا لك هاي العملية فشنو رأيكم طلاب اخلي 5 ناقص 5I هنا وانقل هذا الحد منك فراح يصير 2 زائد 2I وهذا لما راح يروح منك السالب 1 راح يصير موجة بواحد وهاي راح يصير سالب 3I زين وبعدها بعدها 5 ناقص 5I راح تنزل وX زائد YI راح تنزل وهنا 2 زائد 1 الحقيقي ويه الحقيقي 3 و2I ناقص 3I سالب I شنو رأيكم تكونون حد شي حلو بصراحة زين طلاب هسا شنو شنسوي تقولون والله هسا نقدر نضرب وسطين في الطرفين وراح تصير عندنا معادلات واخو فقرة هنا حلوة يعني اذا تحب تستخدمها انا راح احلك بيها للتنويع اما اللي رادي يضرب وسطين في الطرفين فحلو صحيح وماكو اي مشكلة تقولون شنو هاي الفقرة زين هاي مقامها عفوا خلنا نعوف هاي ننزل هاي بمكان هاي وهاي نصعدها بمكان هاي يعني شون يعني راح تصير عندنا راح تصير عندنا اكز زائد واي اي تصعد فوق ومنها يصير خمسة ناقص خمسة اي على يمن على ثلاثة ناقص اي تمام ما ضربنا وسطين في الطرفين حتى نتجلب المعادلات بالحذف والتعويض فهنا هاي هالفقرة هاي صعدتها فوق ونزلتها يجود قلوا لي مفتهمنا والله شو سويت انت راح افهمكم عليها هنا واجه اكمل الحل بعديا باوعوا لي انت هسا لو على سبيل المثال ضربت الوسطين بالطرفين مو راح تضرب هذا في هذا تقول لي ايه صحيح راح اضربها نهي شي وواحد هذا المقام مو تضربه خمسة ناقص خمسة اي ايه تقولوا لي مضبوط هايش راح نسوي احنا وبعدين تبدي تفتح اقواس مو تمام بتقولون ايه ايه هايش صحيح احنا هايش ردنا نسوي لا باوع لي هسا انت مو عندك الاكز زائد واي اي هذا عفق مكانه هذا المقام هذا ويا معاملة يعتبر المعامل دائما ينزل وين ينزل مقام وهنا خمسة ناقص خمسة اي بهالشكل احسن احنا راح نضرب في مرافق المقام ونطبخ خاصية بتساوب كل بساطة تقولون هاي هي اذا ما دبرناها اذا ما دبرتها اضربوا بساطة في طرفين وها هي يعني نفس الحل راح يطلع لك واذا تريد تجرب بالبيت طبعا يمك انت ثلاثة زائد اي وثلاثة زائد اي هناش راح نسوي تقول لي هنا مترافقان تسعة زائد واحد اما هنا فضرب اعتياد خمسة في ثلاثة خمسة اي خمسة اي وسالب خمسة اي في ثلاثة سالب خمسة اي وسالب خمسة اي في اي سالب خمسة اي تربيع وهسا تقول لي لا هسا هاي عشرا بينه هذا خمسة اي تنزل هنا خمسة اي ناقص خمسة راح يصير سالب عشرة اي وهذه الآي تربيع تسوي النهاي موجب خمسة وبعدها تقول لي خمسة وخمسة عشرة شون عشرة العفو عشرين ناقص عشرة آي على يمن على عشرة وهس نجزع طلاب عشرين على عشرة اثنين وناقص عشرة آي على عشرة سالب آي وهنا اختصروا الطلاب لضيق الورقة وليس هالوقت زي وهس طلاب تقولون لا هسه عادة نطبق خاصية التساوب كل بساطة الحقيقي من هالطرف يساوي الحقيقي من هالطرف الحقيقي من هالطرف اكس يساوي النا اثنين والتخيلي يساوي التخيلي التخيلي من هالي ومن هالي مسالب آي سالب واحد اذا نحن لقينا قيم ال اكس وال واي وشوية نوعا ما الفكرة جديدة ما انسى طبعا طلاب اقول لكم هذا الحل واجب هاي الاسئلة السؤال هذا يتعامل ويالتحليل لاحظ فوق واي تكعيب ناقص مية وخمسة وعشرين اما هنا عفوا في السؤال الوزاري اللي اجا قبل يومين الفين وتسعة عشر دور اول نفس فكرة هذا السؤال الاخير تقريبا اللي حلي انا وهاي القيم والتلي اكس والواي حاولوا بيهن وان شاء الله الحلول راح تنزل باستمرار بالقناة على التليقرام ما تنسون تدعمون القناة اعتبروها قناتكم طلاب وحاولوا تشاركونها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته